اعقد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة بالوكالة اجتماعا مع معالي السيد أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة نعم وذلك على هامش مشاركته في مراسم وفعاليات اليوم العالمي للسياحة التي صدفتها المملكة العربية السعودية وأعرب سعادة الوزير في مستهل اللقاء عن الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تشهده مسارات التعاون الثنائي من تقدم مستمر على الأصعدة كافة لسيما في القطاع السياحي كما نوها بالجهود المستمرة في قطاع السياحة بين المملكتين والتي تهدف إلى تحقيق النمو والازدهار في صناعة السياحة والسفر وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع السياحي في البلدين وبحث سعادة الوزير مع وزير السياحة السعودي تفعيل جوانب ومتابعة مخرجات مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتي يتم بمجابها الترويج للمملكتين إقليميا ودوليا كوجهة سياحية واحدة وبما يعزز زخم نمو القطاع السياحي لدى المملكتين الشقيقتين ويحقق الأهداف الطموحة في زيادة مساهمة هذا القطاع في تنمية الاقتصادية شكرا